وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة سعادة السيد عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب مرحبا بك أستاذ عبد النبي في نشرة أخبار الثالثة إذن هل لك أن تحدثنا عن أبرز ما تم طرحه خلال مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية والاجتماع الخامس للبرلمان العربي مؤتمر رؤساء الوفود البرلمانات العربية هو المؤتمر الخامس تم مناقشة العديد من قضايا المتعلقة بالتعامل والتكامل العربي على مستوى البرلماني وكان عنوان المؤتمر تركز حول الأمن الغذائي العربي وتمت مناقشة العديد من التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع الهام والحيوي كما تعلمون طبعا موضوع الأمن الغذائي أصبح حاجة ملحة عند جميع الدول العربية الآن وهناك برامج استراتيجيات وطنية وضعات لهذا الشان طبعا المؤتمر اليوم صادق على وثيقة عندها البرلمان العربي وهذه الوثيقة تتعلق بالأمن الغذائي العربي وكيفية التكامل والأدوار والمطلوب من جميع الدول العربية خلال الفترة القادمة في ظل التحديات العالمية والإقليمية المتعلقة بقضايا الأمن خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وما يعني ترتب عليها من العكازات تتعلق بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية وقضايا الأمن والتغذية أيضا المؤتمر ناقش بكثير من الاستفادة الوضع المتعلق بالقضية الفلسطينية وأيضا يعني الوضع المتعلق أيضا بالزلازل في الشقيقة سوريا وتركيا ويعني عمل نداء إلى جميع الدول العالم بأهمية مساعدة هذين البلدين المنكوبين نتيجة هذا الزلزال وأعتقد أن المؤتمر طلع بحصيلة جيدة من الأفكار التي طرحت على بساطة النقاش وهذه الأمور ستوثق إن شاء الله وتعرض على القمة العربية خاصة ما يتعلق منها بالأمن الغذائي وأيضا يعني الشق المتعلق بالقضية الفلسطينية ودعم الشقانة الفلسطينيين هذه قضايا تمت مناقشتها ورفعها اليوم بكامل تفاصيلها نعم سعدت سيد عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب شكرا جزيلا لك